حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله الوزن الطبيعي يطيل العمر وأسرار الصحة الفولاذية حقيقة أيها الأحبة هناك آية في القرآن الكريم مهمة جدا مهمة جدا في حياتنا كل الطب الوقائي والطب الحديث والذي يهدف لإطالة العمر وزيادة الصحة الجيدة والتمتع بنظام مناعي قوي إلى آخره كلها تعتمد على هذه الآية الآن سنتأمل هذه الآية ولكن بعد أن نتأمل هذه الدراسة العلمية الحديثة التي أجريت على العديد من الأشخاص ذوي الوزن الزائد تبين أن معدل العمر عند هؤلاء أقل من نظرائهم الذين يتمتعون بعمر طبيعي هذه قضية مهمة أيها الأحبة أحببت أن أتأملها معكم اليوم لذلك الأعمار بيد الله ولكن الله عز وجل يضع أسبابا لهذا العمر فإذا كتب الله لك طول العمر والبركة فيه والزيادة في الصحة سيلهمك الوزن الطبيعي يلهمك الغذاء الصحي يلهمك الطريقة الصحيحة للغذاء في أمريكا قاموا بدراسة تهدف لإطالة العمر وجدوا أن المحافظة على وزن طبيعي قد يساعد على إطالة العمر يعني من المسائل المهمة جدا يتحدث عنها العلماء اليوم أن وجود وزن طبيعي يطيل من عمر الإنسان وقاموا بتجارب كثيرة على الفئران وغيرها وثبت أن العمر أحيانا يتضاعف نتيجة حمية غذائية أو نظام غذائي معين طبعا هنا أيها الأحبة العلماء يقولون في هذه الدراسة عندما تقوم بالحد من الغذاء يعني لا تأكل كثيرا ما الذي يحدث؟ انتبهوا معي أيها الأحبة العلماء يقولون هناك هرمون الأنسولين أظهرت هذه الدراسة على الفئران أن خفض الإعازات التي يتسبب بها هذا الهرمون داخل خلايا الدماغية يؤدي إلى إطالة أعمارها فطبعا أيها الأحبة هنا الإنسان كما نعلم له تشريح معقد جدا في كل جزء من أجزاء الإنسان هناك آية طبعا الأطباء يرون هذه الآيات سبحان الله في الدماغ هناك آيات هذا الدماغ مسؤول عن توجيه الجسد فالدراسة طبعا هنا تقول طبعا هذه الدراسة نشرت في مجلة الطبيعة الشهيرة جدا تقول إن المحافظة على وزن طبيعي قد يقلل من نسبة إفراز الإنسولين في البشر وهذا الأمر لوحظ في الجرذان أو الفئران أن له أثر قوي جدا على التمتع بصحة أفضل يعني حتى دماغك تكون صحته أفضل وهذه دراسة فريدة من نوعها تربط بين الغذاء وبين سلامة الدماغ وأن الدماغ كلما كان أكثر قدرة على إعطاء أوامر صحيحة للجسد فإن الإنسان يتمتع بصحة أفضل وعمر أطول ويكون نسبة الأمراض التي يصاب بها أقل طبعا الخبراء يقولون في حال إثبات هذه النظرية سينضم الإنسولين إلى قائمة من العوامل كالعوامل الجينية التي تلعب دورا في إطالة العمر وفي الحقيقة يعني أجريت دراسات كثيرة على الحشرات الديدان وهذه الدراسات تبين بنتجتها أن خفض الإنسولين طبعا هذا الإنسولين مسؤول عن تنظيم السكر أو مستوى السكر في الدم يؤدي إلى إطالة العمر ومن هنا يمكن أن أقول لك أخي الحبيب الإقلال من تناول السكريات وبخاصة السكريات الصناعية مهم جدا عندما توقف تناول السكر الصناعي طبعا وتعتمد على السكريات التي خلقها الله في الفاكهة في العسل في التمر كثيرة جدا الأغذية التي سخرها الله لنا كل هذا يؤدي أخي الفاضل إلى أن تعيش حياة فيها هدوء واستقرار أفخالية من الأمراض ما كلنا نهدف في حياتنا إلى التخلص من هذه الأمراض أن نعيش حياة على الأقل مقبولة يعني أما الدراسة الجديدة التي نحن بصددها فقد ركزت على تأثيرات بروتين يطلق عليه IRS2 الذي ينقل الأوامر الإنسولين إلى الخلايا الدماغية وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الجرذان التي يسجل في دمها نصف الكمية من هذا البروتين تعيش بالمعدل لمدة تتجاوز الفئران الأخرى بنسبة 18% بمجرد الإقلال من هذا البروتين إلى النصف طبعا هذه الجرذان ازدادت فعالية أدائها وصحتها مع العمر وشابهت قدرتها على تمثيل السكر تلك التي عندها الجرذان الأقل عمرا بالرغم من وزنها الزائد وزيادة نسبة الإنسولين في دمها فهنا أيها الأحبة الدراسة تريد أن تقول لك كلما أقللت من تناول السكر تعيش عمر أطول باختصار الباحثون قالوا أن هذه الفئران المهندسة تعيش لمدة أطول لأن الأمراض التي يعني عادة ما تفتك بها كالسرطان وأمراض جهاز الدوران والدم وكذا تتأخر بفعل نقص الإعازات الإنسولينية للخلايا الدماغية رغم زيادة نسبة الإنسولين في الدم وأضافوا أنه قد يكون ممكن في المستقبل إنتاج عقاقير تخفض فعالية بروتين IRS2 للإتيام بنفس التأثيرات إلا أن هذه العقاقير يجب أن لا تؤثر على الخلايا الدماغية طيب ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة باختصار الله عز وجل أودع نظاما معقدا في أجهزة الجسد وعلى رأسها الدماغ والقلب طبعا الإكثار من الطعام يؤدي لمشاكل كثيرة في الدماغ وأجهزة الجسد وبالتالي فكلما أقللت من هذا الطعام كلما كان أفضل طبعا أنا لدي هنا تصريح لرئيس الفريق العلمي الدكتور موريس وايت من معهد هوارد هيوز الطبي يقول إن أبسط سبيل لإطالة العمر يتلخص في تحديد وخفض نسبة الإنسولين في الدم عن طريق ممارسة الرياضة واتباع نظام صحي في الأكل إن نتائج التي توصلنا إليها إنما تضع أساسا علميا لما كانت أمهاتنا يعود للماضي تقولنه عندما كنا أطفالا كلوا أكلا صحيا ومارسوا الرياضة وستتمتعون بصحة جيدة طبعا هنا سأتابع معكم أيها الأحبة الأكل الصحي والرياضة والوزن منخفض تحافظ على حساسية الأنسجة للإنسولين مما يقلل من كمية الهرمون الضرورية للسيطرة على نسبة السكر في الدم بالنتجة سيتعرض الدماغ إلى كمية أقل من الإنسولين زيادة السكر يحتاج إلى زيادة في هذا البروتين الذي يؤثر على الأوامر التي يعطيها الدماغ وبالتالي فبكل بساطة أنا أقول الغرب اليوم وبعد معاناة طويلة مع الأمراض وبعدما تفشى مرض السمنة وما يرافقه من أمراض مثل السكر وضغط الدم والكوليسترول وغير ذلك نجدهم يبحثون عن العلاج لهذه المشاكل ويعترفون بأن أفضل حل هو عدم الإسراف في الطعام والشرب هذا ما وصل إليه العلماء اليوم طيب القرآن قبل 1400 سنة وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّوا الْمُسْرِفِينَ انظر في آية كم عدد كلماتها واحد، اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية ثماني كلمات تلخص لنا كل شيء وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّوا الْمُسْرِفِينَ فهذه الآية الكريمة أيها الأحبة تلخص لنا كل النظام الغذائي فقط بعملية إقلال الإقلال من الطعام والشرب والاعتماد على الغذاء الطبيعي إن هناك آية أخرى كُلُوا من طيبات ما رزقناكم وليس صنعتهم أو صنع البشر لا، كل ما خلق الله فيه خير كل شيء خلقه الله فاكهة طبيعية، خضار، حبوب كل شيء مخلوق صنع الله الذي أتقن كل شيء فدائماً اقترب من الغذاء الطبيعي ترتاح جداً وبالتالي أيها الأحبة أنا هنا أقول تأملوا معي الفارق الكبير بين نداء الأطباء ونداء الله تعالى فالأطباء يحذروا من الإسراف في الطعام والشراب لأنه يؤدي إلى مشاكل صحية طبعاً عند هذه النقطة يتوقف علم الطب الطب يقول لك حافظ على صحتك كذا كذا أطل عمرك طيب ما هو الهدف ولا شيء ليس لدينا هدف طبيب لا يعطيك هدف للآخرة مهمته أن يقول لك كيف تحافظ على صحتك ما تبقى لك من عمر في هذه الدنيا كيف تعيشه أما في الآخرة لا يستطيع أن يتدخل هنا يأتي دور القرآن الله عز وجل ربط بين محبته لك وبين عدم إسرافك في الطعام انظر إلى قوة التعاليم الإلهية إنه لا يحب المسرفين فكلما أسرفت في الطعام والشراب أنت ابتعدت عن محبة الله لذلك أخي الحبيب يعني الإنسان عندما يتأمل هذه الآية بعمق ويفهم هذا المعنى تجد أن أصبح لديه تحكم طبيعي في جسده لا يحب أن يأكل كثيرا لاحظ معي يعني تريد أن تنظم غذائك أنا أدلك على شيء كلما أردت أن تأكل وجبة طعام أو أي شيء فقط اقرأ هذه الآية وَاَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إنه لا يحب المسرفين تذكر أن الله لا يحب المسرفين صدقني ستأكل أقل كمية ممكنة الشرح للطعام سيختفي لماذا؟ تقول طيب معقول أنا إذا أسقلت من الطعام وأكلت كثيرا أن الله لا يحبني إنه لا يحب المسرفين فإذا أنا الذي يهمني محبة الله سبحانه وتعالى وبالتالي تجد نفسك قليل الطعام وبالتالي تجد أن وزنك انضبط ونظامك الغذاء انضبط أوتوماتيكيا ببركة هذه الآية كذلك الله عز وجل خصص بابا اسمه الريان لا يدخله إلا الصائمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الصيام هو على رأس قائمة الطب الوقائي طبعا أحاديث نبوية كثيرة جدا تؤكد على كثرة الصلاة كثرة المشي إلى المساجد كل هذا رياضة مع عدم الإسراف في الطعام والشراب مع الاعتماد على الغذاء الطبيعي كلوا من طيبات ما رزقناكم طيبات ما رزقناكم يعني الأشياء التي خلقها الله يعني الأشياء الطبيعية سوف تجد أخي الحبيب أن حياتك بخير ستعيش عمر أطول إن شاء الله ولكن المهم البركة في العمر نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أحبهم الله كما قال تعالى يحبهم ويحبونهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة